بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معاً riveted joints ونتكلم على terms used in riveted joints أو المصطلحات المستخدمة في وصلات البرشيم أول مصطلح عندي يسمى بالpitch أو الخطوة وده بيعرف على أنه the distance from the center of one rivet to the center of the next rivet measured in the same row في نفس الصف It's usually denoted by P يبقى الpitch اللي هي الخطوة بيرمز لها بالرمز P وبتعرف على أن هي المسافة ما بين center المصمار إلى center المصمار التالي في نفس الصف وبيرمز لها بالرمز P المارجن أو الهامش It's the distance between the center of rivet hole to the nearest edge of the plate and usually denoted by M يبقى الرمز بتاعها المارجن بتاخد الرمز M والتعريف بتاعها أن هي المسافة بين center المصمار إلى حفة أقرب لوح أو حفة اللوح أو الحفة الأقرب أو نهاية اللوح ده اللي هو بيسمى المارجن المصطلح اللي بعد كده اللي هو الback pitch It's the perpendicular distance مسافة العمودية between the center lines of the two successive rows ما بين صفين متتاليين It's usually denoted by P هي المسافة ما بين centers بتاعة صفين بالشكل ده كده المسافة من هنا إلى هنا وبيرمز لها بالرمز back pitch أو ال-PP ال-digonal pitch أو الخطوة القطرية It's the distance between the centers of the rivets in adjacent rows of zigzag riveted joints يبقى ال-back بيرمز لها بالرمز B-D أو diagonal pitch وبتطبخ على الزجزاج riveted joints يبقى هي المسافة ما بين center أو الصف ده والصف ده لكن متاخدة diagonal بعد كده هنتعرض إلى failure of riveted joints أو الانهيار في وصلات البرشام أول نوع من أنواع الانهيار عندنا هو edge tearing of the plate أو التمزق على حافة اللوح A joint may fail due to tearing of the plate at an edge عند الحافة بالشكل ده كده على الحافة بتاعت اللوح بعد المصمار وحتى نهاية اللوح This can be avoided by keeping the margin ممكن أن أنا أتلاشى الكلام ده عن طريق أن أنا أحاول أحافظ على المارجن دايما أكبر من أو يساوي واحد ونص دي حيث دي اللي هو بيمثل قطر المصمار أو قطر الثقب where D is the diameter of the riveted hole بكده طبعا الكلام ده practically يعني عمليا من designs مختلفة وصلنا إلى أنه إذا حافظنا على المارجن بيساوي واحد ونص ديامتر أو أكبر من كده يبقى بالحال دي بنتفادى التمزق على حرفة اللوح نكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر